السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد بإذن الله اليوم سنصيبون حداء اليو على هذا الشكل دائما نحتاج الموديل سنطبعوه ونقطعوه لحسب الحجم الي بغينا ونقطعو الأجزاء سنستعمل عجينة السكر الخاصة بالموديلج الألوان الي حبيته نقطعوه هنا سنأخذو هاد القطع هي كنديروها الفردتين بزرج يكفي أننا نقلبوها الجانب الآخر كتعطينا الفردة ديال اليمين والفردة ديال اليسار هنا كنردو البيان كنكونوا كنقطعوه باش نديرو فردة ديال اليمين وفردة ديال اليسار نبدو تقطعوه كنقلبو القطع ديالنا باش نديرو الفردة ديال اليسار ونعدلو القطع أكيد نخفيو العيوب كنقلبو هنا كنكونوا حصلنا على قطعة اليمين وقطع ديال الرجل اليسار كنقلبو أكيد دائماً غادي نقطعوه جميع يعني جميع القطع ديال الحداء عاد غادي نبدو تجميع هنا غادي ندير لها واحد الشكل من الأسفل يعني الشكل من في الحداء من الأسفل غادي نديرو لها بهذا الأداة أو ممكن تستعملوا عود الأسنان نديرو به هذا الشكل ويعطي جمالي أكثر الحداء نديروها كذلك القطع الثانية هنا عندي العجين كيكون سميك شوية يعني جميع شو السمك ديالو ناخدو اللون الثاني كذلك هي عجينة السكر الخاصة بالمضلج أو الـ سميك شوية نحاول أنني نشوف السماكة ديالو إلا كانت مناسبة وإلا كان العجين كله مستوي بنفس يعني كيكون عنده نفس القياس سميك شوية هي ملاحظة أنا ما كنتستخدمش يعني ما كنتستخدمش النشا أو السكر السكر اللي كيكون بودرة ميكا ايطالي العجين يعني ما كيحترش عندي سطح العمل ما كي لاستقش إنما إلا كان عندكم سطح العمل كي لاستقش نشا شوية فقط يعني كتدروا واحد المقدار خفيف أحل الكوش خفيفة ديالنشا باش ما يستقش لكم العجين ومن بعد دائما كتحاول أن تكون عندكم واحد الفرشات اللي كتمسحوا بها العجين يعني كتمسحوا كتزيلوا قاع هذوك الزوائد ديالنشا ما نخليوش ومن الأحسن أنكم تستخدمون نشا بدل السكر أو السكر غلاسي اللي كنقولولي من الأحسن أنكم تستخدمون نشا يعني ما كيجفش العجين ودائما ما نكتروش ودائما ما نكتروش يعني نكتعلو يعني البودرة اللي غادينا نكتعلو عليها العجين ما نكتروهاش باش العجين ما يمتصش لنا هذك هذك النشا أو هذك السكر ويقساح أكثر يعني غادي بدل العجين يجمد وغادي تبدل وغادي تبدل وغادي تبدل وغادي تبدل نعم عامة عجينة الموضلج ما كتحتاش يعني القامبات ما كتحتاش أنا نديرو نخدموه بالنشا من كان ايطاليوه هذي ما كتلصقش شكرا شكرا كيف سبقت ذكرت في الفيديو السابق هذه ستكون سلسلة بإذن الله يعني نشوف فيها أنواع مختلفة دي الأحدية وأشكال مختلفة ودائماً نحافظ على هذه السهولة في العمل أو في الاشتغال هنا كنت غادي ندير هذا القطع بهذا اللون وفكرت أنني نديرها بنفس اللون ديال الجزء السفلي ديال الحداء ونت غادي تجي أحسن يعني حتى الألوان كيتب نكلو شوية كيتغيرو وإن شاء الله الفيديو قادم بإذن الله سنحاول أننا نشوفوا طريقة خلط الألوان يعني هذه مطلوبة بزاف يعني عديد من الأخوات تطلبوا مني طريقة الحصول على ألوان مختلفة من عجينة السكر عن طريق مزج الألوان يعني مزج ألوان مختلفة من العجين إن شاء الله أنتم خليوا لي فقط الألوان اللي بغيتوا لمهتمين بها أكتر باش نركز عليها أكتر في الفيديو القادم بإذن الله دائما تقطع الدوائر الصغيرة كندروها ببي ما استخدمت ببي كبيرة وهنا نستخدم ببي صغيرة وهذا كتزين كيبقى اختياري يعني طريقة باش غادي تقطعوا الدوائر ممكن تديروهم قلوب صغيرة يعني هذي كتقطع هذه القلوب صغيرة أو الأزهار صغيرة كتبقى اختيارية هنا كيكون واحد السمك شوية في العجين ماشي بزاف باش ملجيش عودة تقيلة وتنزل مهم سمك معقول كيف مبين في الفيديو باش حتبني كتنشوف كتنشوف وقفة الخضوات موضعة في الفيديو كنحاول أنني ما نقطعش لكم المراحل في المونتاج باش تشوفوا طريقة للشغال خطوة بخطوة ندرو هاداك الشكل دي الخياطة ندرو هاداك الشكل دي الخياطة يعني كتبقى مراحل اختيارية ممكن أنكم تفوتوها ونضزوا مباشرة لتجميع القطع من اللي كان نكملو جميع القطع اللي عنا من كان نكملو تزين ديالها هنا غادي ندوزو لتجميع ديال الحداء اكيد هادوك القطعتين اللي كيبانو عنا بلون الاسود راقطعتهم بالباي هما اللي غادي يكونوا هادوك اللي بحدي بوطن او الازرار اللي كيكونوا في الجوانب ديال الحداء هنا غادي نبدو تجميع بعجينة عفوا بالليسق الغذائي عندي تصوير من الفوق فالفردة الثانية غادي ندرو تصوير من الجانب باش يكون واضح اكتر يعني نشوفوه من زاويتين هنا دائما كنحاول انا نخدم بشوية حيات القطعة كيكونوا سهلين انهم يخسر لهم لفوق دياله ممكن نخدموه بشوية ما امكان اننا نتفادوا بعد ما تبت القطعة الاولى ممكن اننا ندرو هادوك الدامة من الوسط اللي كيكون هي قطعة ديال ديال هاداك المنديل الورقي كندروها على شكل كورا ونوضعوها في الوسط ديال الحداء انا هتكون دعامة هذه القطعة اللي غادي جينة من الفوق لكن انا هنا عندي عندي العجين كيتبت يعني كيبقاش هذا لفوق دياله ما يحتاج انني ندير هادوك الدامة من الاسفل هنا عد القطعة قبل ما غادي نوضعها فوق القطعة السفلية غادي نحاول انني نعطيها لفورم والول عد نوضعها بشكل كينا نتفادى انني مني نبغي نصيبها نبقى نضغطها الى هادوك القطعة اللي في الاسفل يعني تتضغط بزاف وتخسر لها هادوك اللفورم ديالها مني نتأكد من الشكل غادي ندير الرلسق الغذائي بش يتبتل قطعتين على بعض كيف ما شفتي وراه الخطوات سهلة جدا يعني كفي انكم تتبعوا المراحل هنا بدغطات خفيفة يعني كون كتلاحظوا انني كنضغط غير بشوية بش يتلصق لي هادوك القطعتين يلتحموا مع بعضهم غادي نحاول انا ننصور لكم من الجانب يعني القطعة التانية الفردة التانية ننصورها لكم من الجانب بش يكون رؤية واضحة اكتر هنا عندي بعد ما التحموا التحموا القطعتين عادي غادي نبدأ بهادوك اللي دايطاي اللي غادي اللعبوا عليهم من الفوق كنتأكد ان جميع القطعة ثابتين ولاسقين عادي غادي نبدأ نخدم عليها من الفوق نخدم على القطعة من الفوق بش تجيني هادوك الثانية اللي كتكون في الحداء من الفوق دائما هاد القطع اللي كي يكونوا صغار نحاولوا معمكن اننا نخدمه غرب شوية بالمهل عفوا هنا نقطع لي التصوير ديك اللي قطعة اللي لسقت من الخلف لكن غادي نشوفوها في الفردة التانية غادي نشوفو طريقة باش لسقناها في الفردة التانية هنا غادينا الفردة التانية غادي نبدأ تلسيق نصبر لكم بشكل جانبي باش يبال لكم اكتر هي كتبت ولكن ما كتجيش فوق لاحطرة ما كتجيش فوق هذيك القطعة السوفية يعني خلينا هذوك هذوك الكيماشات خليناهم واضحين شوية يعني كي يجيو خارجين على هذيك القطعة للفوق دائما باستعمال لسق الغذائي ما كننسوش يعني اي قطعة لسقوها بلسق الغذائي باش القطعة عاملين جمد لنا من بعد يكون شكل يكونوا متماسكين يعني القطع يكونوا متماسكين مع بعضهم بالنسبة للسق الغذائي سبق لنا نزلناه في فيديو موضح يعني شرح مفصل طريقة باش كنصيبوه انخليه ليكم رابط اسفل الفيديو اكيد في صندوق الوصف نغضي نسقو القطعة الثانية اللي كتجي من الفوق دائما احتاج اخذ لها فوق ديالها عاد نوضعها باش انتفادأ اناني نضغط على هذيك القطعة السوفية وهنا غدي نتبتها فوق القطعة ثانية هنا كنتبتها دائما بشوية نضغط غير بشوية حتى يلتحموا لنا هذوك القطع يعني هذوك الجوانب يلتحموا ما نضغطش بزاف باش ما نخسرش هذيك القطع اللي في التحت ودائما كنحافظ عفوان على هذيك هذيك الشكل اللي عندي من الفوق هذيك الشكل بومبي كنحافظ عليه نحاولش اناني نضغط الى ضغط صالي تكسر لي العجين يعني من الواسط غدي بدو فيها هذوك التشقوقات ميكانكون يعني راضي على الشكل هذي ندوز التفاصيل انتبتوا القطع اللي ما زال عنا ما تبتينش وندوزوا التفاصيل اكيد هذيك الانحناء اللي عنا او الثانية اللي عنا من فوق الحداء ودائما الحجم ديال الحداء اللي بغيتوا تصيبوا هذا كيبقى اختياري يعني انتوما هذك الموضيل اللي غدي تخرجوه او الموضيل اللي غدي تطبعوه كتتكبروه او كتدروا مهم الحجم اللي بغيتوا انتوما الحجم اللي يناسبكم اللي بغيتوا توضعوا فوق الكيك هنا نكونوا حصلنا الى شكل الحداء من الفوق وحاولت انني اندله لان هذه القطعة ديال اليمين حاولت انني ندخلها من الجانب وهنا غدي انتبتوا هذك القطعة اللي متصورة تشوكوا بلا طريقة باش لصقناها هنا غدي تكون واضحة اكتر يعني في من الجانب ويكندروليها واحدة دعمة من الاسفل يعني كندروليها واحد الهاجة اللي غدي تقبطها من الاسفل باش مينتنشفت تبقى ناش فنينها هاكده كواقفة طالعة هاي القطعة التانية يرا عندنا انشفت يعني شوها بقتابتة على الشكل ديالها ونكملوليها التفاصيل يعني وهذا هو الشكل النهائي ديال القطعتين مع بعض انتمنى يقولنا الاعجاب ديالكم وشكرا جزيلا لكم على المتابعة وعلى تشجيعاتكم الدائمة ولمتابعتكم للقناة وجميع الفيديوهات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته